ساعات الأخيرة في النادي الأهلي بتشهد محاولات مكسفة من أمير توفيق مدير التعاقدات لإتمام خروج محمد محمود وزياد طارق عارة في الفترة الحالية للموسم المقبل إن شاء الله النادي دي عنده عدد كبير من العروض من سرمان كولوباترا وفيوتشر وسموحها للعبين خصوصا زياد طارق اللي فيه رغبة كبيرة من سموحها للتعاقد معاه خلونا نشوف الأيام اللي جاية نفس الأمر بالنسبة لي صلاح محسن النادي الأهلي بيعقدوا معاه جلسات مكسفة جدا عشان يقنعوه بالرحيل عن الفريق على سبيل العارة الموسم اللي جاي صلاح محسن عنده حكاية عنده حكاية شايلها لكم لبكر نتبخها بس ونشوف تفاصيلها كلها يعني زمالي حتى كنا نتكلم فيها قبل ما ندخل قلت لهم تعالوا بس الأول إيه نجمع فيها معلومات أكتر عشان نقدم لحضراتكم حاجة بس صلاح محسن عنده حكاية عنده حكاية وحكاية مهمة جدا طيب نكمل ده بالنسبة لصلاح محسن الاتحاد الأفريقي ليه كرة اليد أكد في تصريح لرقم عشرة اقتراب النادي الأهلي من اصدافة كأس السوبر الأفريقي والبطولة الأفريقية الأندية أبطال الكوس المقرر إقامتها في أواخر مارس أوائل إبريل من العام المقبل في منافسة من الاتحاد الجزائري مع النادي الأهلي لصدافة هذه البطولة أو البطولتين ولكن النادي الأهلي الأقرب كثيرا لصدافة كأس كوس وكأس السوبر وكان الكلام على كأس السوبر هل هيبقى فيه مقترح أنه يبقى من أربع فرق كان السهل فيها كان مفهود يبقى أربع فرق وفيه فرقتين ما شاركوش في هذه البطولة ولعب الأهلي والزمال الكأس السوبر غالبا المكتب التنفيذي هيكرر أنه تبقى البطولة من فرقتين بس عشان ما يخشش في الكسة بتاعة الأربع فرق دي مرة أخرى بس الكلام ده لسه بصدد البحث فيه ده بالنسبة لكرة اليال طيب نكمل مع حضراتكم